تتعرض قرية الدرجاج الواقعة على ضفاف وادي حسان في محاطة أبيان لخطر مؤكد جراء السيول المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الأيام الأخيرة وبصورة كبيرة السيول المتدفقة والتي كانت كبيرة جدا وشكلت خطر كبير على الغرية حيث هددت الغرية بحيث أنه عملت على قرف كثير من الدفاعات التي كانت تحميل الغرية وسبب خطر كبير للغرية يمكن أن يهدد الغرية في الأيام القادمة إذا استمرت السيول بشكل متدفق مما يشكل خطر على الغرية ويمكن أن يطمس معالم الغرية ويدمرها ناشد الدولة بالخراب بهذا اللي صلحها وادي حسان يعني ما أحد نزل من الدولة يعني يشوف الخراب يعني وينزلوا مهندسين يشوف يعني القرية مهددها بنهيار كامل يقول أهالي الوادي إن الوضع في غاية الخطورة وقد تتعرض القرية للطمر بسبب انهيارات الدفاع وتآكلها نتيجة عدم صيانتها وتحديثها فسكان المنطقة معرضون لخطر حقيقي إذا لم تسارع الجهة المعنية بعمل لازم والممكن الوادي هذا تعتبر الأرض هذا البشر والأرض الزراعية مهددة والمنطقة كامل مهددة من أرض زراعية ومن مساكن يعني مهددة من قبل هذا الوادي لأن الوادي هذا لم تنظر في أي سلطة الوادي حسان ذهب وادي جارف وتسيول تقي فيه كبيرة والآن قد قرف أقلب الأراضي قد قرفت والآن هو متقه للتقهل في التقهل القرب للمنطقة ونحن نشاهد نناشد السلطة المحلية بأن تنظر في هذا المنطقة يعني بأن الأراضي يعني بتقرف البشر بتروح يعني المساكن كلها الآن الوادي متقه للتقهل القرية ليس أثر على القرية فقط ولكن الأثر قد يؤدي لماذا إلى خراب مناطق حيوية وأثرية من ضمنها من خلفي وهو حسن شيلوب التاريخي فهو من خلال الماء الذي يمر بجانب الجولة التي بجنبه فهو بحاجة لماذا إلى عادة هذه العقمة حتى نتمكن من الحفاظ على القرية أولاً والحفاظ على هذا القصر التاريخي أو هذا الحسن التاريخي نشاهد القهاءة المعنية في وزارة الزراعة والري وكذلك محافظة أبيان وأدارة الري ودارة الزراعة في المحافظة أن يغوموا بواقبهم تقاه غريطة الدرقائق الذي لأنه صبحت فيه خطر يهددها من قراء السيول المدفقة لوادي حسان وكانت هذا السيول كبير جداً بعض المواقع الأثرية والتاريخية في المنطقة بما فيها حسن شيلوب التاريخي مهددة هي الأخرى بالخطر والدمار والغرق والجميع يناشد السلطات المعنية بإنقاذ الأهالي من الموت وإنقاذ التاريخ من الإندتار والإنهيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر